السلام عليكم ورحمة الله هل شعرت يوم من الايام انك عم تعطي كل شي عندك بعلاقة وما عم تاخد التهدير اللي بتستاهله؟ عم بتدور على وسيلة فعالة بتغير السلوك السلبي لشريكك بدون ما تدخل بمواجهات عنيفة وعقيمة معه؟ اذا كنت عم بتدور على حل سحري ممكن يحول ديناميكية علاقتك والافضل بهالفيديو مخصص دائلاك اليوم رح نحكي عن موضوع كتير قليل الناس اللي حكيت فيه وهو استراتيجية العقاب بالاختفاء هيده مش مجرد لعبة نفسية بل هي فن من فنون العلاقات العاطفية اللي ممكن تحدث تغيير جذري بالطريقة اللي بتتعامل فيها مع الشريكة تخيل انه غيابك المؤقت ممكن يخلي شريكك يدرك قيمتك الحقيقية ويعيد التفكير بسلوكيته ويشتغل على تحسينه فقط ليحافظ على وجودك بحياته بهالفيديو رح اكشف لك اسرار هالاستراتيجية المثيرة وكيف بتقدر تنفذها بخطوات مدروسة ودقيقة بدون ما تسبب ضرر للعلاقة رح نحكي عن مدة الانتظار المثالية وكيف ترجع بعد الاختفاء بذكاء ونتشارك مع بعض التجارب بهيدا الاطار استعد لتغيير قواعد اللعبة بعلاقتك وجعل شريكك يقدر وجودك متل ما كان ببداية العلاقة استراتيجية العقاب بالاختفاء بتعتمد على التباعد المؤقت عن الشريك لما يظهر لإلك سلوك غير مرغوب فيه صادر عنه طبعا هيدا الاستراتيجية بتهدف لجعل الشريك يدرك قيمة وجودك ويقوم بتحسين سلوكه والفكرة انه غيابك المؤقت رح يخليه يشتقلك ويفكر بأفعاله ويراجعها ويدفعه للتغيير ليحافظ على العلاقة ويستردك قبل ما تستخدم هالاستراتيجية لازم تكون واضح بشأن السلوك اللي بدك تغيره لازم تعرفه وتحدده سواء كان عدم احترام الوقت الإهمال أو أي سلوك آخر صادر عن الشريك وعم بيأثر سلبا عليك وعلى العلاقة فيك ومن بعد ما تحدد هيدا السلوك لازم تخبر شريكك بصراحة عنه وعن اللي زعجك وليش انزعجت وكيف هيدا الشي عم بيأثر عليك بطريقة سلبية وتوضح له انك بحاجة لوقت لتفكر ترجع بعلاقتك فيه وتعيد تقييم الأمور بعد ما تخبره وتتواصل معه وتوضح له الفكرة لازم تنسحب بشكل مؤقت ممكن يكون الابتعاد جسدي أو انك تقلل التواصل عبر الهاتف أو الرسائل الفكرة انه يحس الشريك بغيابك ويدرك أهمية وجودك انت وعم تعمل كل هيدا الأمور لازم تتأكد من انه انسحابك هو انسحاب مؤقت ومدروس لأنه الإفراط بالعقاب ممكن يؤدي لنتائج عكسية مثل شعور الشريك بالإهمال أو انه يفقد الأمل بالعلاقة فينهيها من طرفه ويدور على علاقة جديدة وخلال فترة الانسحاب لازم ترأي بردة فعل الشريك هل عم بحاول يحسن سلوكه هل عم يبذل جهد ليتواصل معك ويظهر التغيير هيدا رح يساعدك تحدد الخطوة التالية إذا لاحظت انه تغير بشكل إيجابي وانه سلوكه اختلف فلازم ترجع للعلاقة وترجع تحكي معه عن الأمور بشكل مفتوح وتأكد على أهمية التغيير وكيف يكن تشتغله مع بعض لتحافظه على صحة العلاقة مثلا إذا كان شريكك بيهم لك بشكل مستمر فيك تحكي معه عن مشاعرك وإذا ما تغير شيء تنسحب بشكل مؤقت ليحس بغيابك ويفكر بسلوكه ويرجع يحاول يزبط أموره معك إذا كان شريكك دايما بيتأخر عن الموعيد فيك توضح له أهمية الوقت بالنسبة لإلك وإذا استمر بالتأخير لازم تقلل من تواجدك أو تواصلك معه لفترة أصيرة إذا قام شريكك مثلا بتصرفات بتجرح مشاعرك أو كرامتك لنقول مثلا نقد سلبي أو عدم اهتمام فيك هون أنت تبتعد لفترة لتخليه يحس بتأثير تصرفاته على العلاقة لكن بذات الوقت هيدا الاستراتيجية ممكن تؤدي لشعور الشريك بالإهمال أو الفقدان وإذا أسيء استخدامها ممكن تضر بالعلاقة بدل ما تحسنها ممكن تؤدي لفقدان الثقة إذا شعر الشريك أنك عم تستخدم هيدا الاستراتيجية كنوع من التلاعب أوقات الشريك ممكن يكون غير مدرك نهائيا لمدى تأثير سلوكه السلبة عليك كرمان هيك من المفيد مثل ما ذكرنا من شوي أنك تحكي معه بمحادثة صريحة ومباشرة تشرح فيها مشاعرك وأسباب انسحابك المؤقت هيدا رح يعطيه فرصة ليفهم الأمور بشكل أفضل ما يبلش يشتغل على النقطة السلبية اللي أنت عم بتعاقبه عليها اختيار الوقت المناسب للانسحاب مهم كتير لأنك لازم تتجنب الأوقات اللي بيكون فيها الشريك تحت ضغط كبير أو عم بيمر بمشكلة كبيرة ممكن الانسحاب بهذه اللحظة يزيد من تعييد الأمور يعني إذا كان عنده حالة وفاة إذا كان تارك شغله مطرود من العمل إذا كان عنده أزمة مالية أو صحية ما بيسوى تستعمل هذه الاستراتيجية بهيك لحظات صعبة بحياة الإنسان لازم تحدد مدة معينة للانسحاب بناء على السلوك اللي بدك تغيره ما لازم تكون هذه الفترة طويلة كتير حتى ما يحس الشريك مثل ما حكينا بالإهمال أو الفقدان وبالرغم من الانسحاب المهم أنك تحافظ على حد أدنى من التواصل خاصة إذا كان فيه التزامات مشتركة ممكن يكون عندكم ولاد ممكن يكون فيه عندكم بزنس مشترك هيدا رح يضمن أنه الشريك ما رح يحس أنه مهمل بشكل كامل كمان لما تنتهي فترة الانسحاب لازم تبلش بحديث إيجابي بيركز على التحسينات اللي لاحظتها عند الشريك وأهمية العلاقة بالنسبة إلك وإله هيدا رح يعزز الشعور بالأمان ويشجع هيدا الشريك على الاستمرار بتحسين سلوكه كمان لازم يكون الانسحاب متوازن إذا كنت دايما بتنسحب عن كل كبير وكل صغير وتطبي عيد الاستراتيجية وتصير لعبة خشخيشة بإيدك ممكن الشريك ساعتها يفقد الأمل والثقة فيك ويحس بالإحباط ويحس أنك عم تستخدم عيد الاستراتيجية بشكل مفرد وبالتالي يستغني نهائيا عن عيد العلاقة الهدف هو تحسين العلاقة مش اللعب بالمشاعر إذن صحبت بدون تقديم تفسير واضح للشريك كمان ممكن ساعتها هو ما يعرف لاش أنت منسحب يحس بالغيرة يحس بالحيرة يحس بالغضب كرمان هيك لازم تفهمه تتواصل معه بشكل جيد قبل وأثناء وبعد الانسحاب لحتى تضمن أنه عم يفهم عليك وعم بيحاول يشتغل عن النقطة لزاعجتك ويحاول يسترجع اهتمامك كمان بهيدا الإطار ما تنسى أنك لازم تكون حسس لردود فعل الشريك إذا لاحظت أنه الانسحاب عم بيأثر سلبا عليه بشكل كبير يسبب له اكتئاب يسبب له محاولات إيذاء يسبب له مشاكل نفسية ممكن تحتاج لإعادة تقييم استراتيجية مدة الانتظار بعد استخدام استراتيجية العقاب بالاختفاء ممكن تختلف بناء على عدة عوابل أول شيء إذا كان السلوك البسيط أو المزعج قليل عم نحكي بحالات بسيطة هون إذا كنتك تعالج مشكلة بسيطة ممكن تكون مدة العقاب من يومين للتلات أيام إذا كان الشريك مثلا عم يتجاهل مكالماتك بشكل متكرر أو عم ينسى معي تكون البسيطة ثاني نوع السلوك المزعج كتير أو بيكون متكرر على طول مدة الانتظار هون رح تكون من 4 إلى 7 أيام ماكسيموم أسبوع مثل إذا كان الشريك عم يتجاهل مشاعرك باستمرار أو عم يتصرف بطريقة مش محترمة معك آخر شيء السلوك الجارح أو المدمر للعلاقة هون بيكون الشريك عم يعمل بلاوي زرقة بيكذب بشكل متكرر أو بيتصرف بطريقة بتأذيك وهون ممكن تكون مدة تطبيق هيدا الاستراتيجية من أسبوع لأسبوعين عم نحكي عن 14 يوم هلأ إذا لاحظت إنه الشريك بلش يتحسن بسلوكه بسرعة بعد ما اختفت ففيك ترجع بوقت أقرب من الوقت اللي حددته بهيدا الفيديو يعني أنا عم بعطيك مواعيد لكن أنت كمان بتطبق على أرض الواقع كما تقتضيه الحالة هلأ إذا ما تغير شيء أو ازدادت الأمور سوءا ممكن تحتاج كمان بالعكس لتمديد فترة الانتظار يعني بدل ما أسبوع ماكسيموم بدك تمد أكتر أو إنك ترجع تعيد تقييم الاستراتيجية إذا كان عندك تواصل مستمر ومفتوح مع الشريك قبل ما تختفي ممكن تكون فترة الانتظار أقصر لأنه الشريك رح يكون أكثر وعيا بسبب الانسحاب أما إذا كان التواصل أساسا قبل الانسحاب هو تواصل ضعيف فممكن تحتاج لفترة أطول حتى يدرك الشريك الحاج للتغيير هلأ إذا كانت العلاقة مهمة إلك وإله بشكل كبير ممكن يكون من الأفضل ما تنتظر مدة طويلة حتى تتجنب تفاقم المشكلات أما إذا كانت العلاقة بعدها ببداياتها أو بمرحلة مبكرة أو مش مهمة كتير بالنسبة لعلك فممكن تبقى عم بتطبق عيد الاستراتيجية لفترة انتظار أطول بيبقى عنا نحكي كيف بترجع بعد ما تطبق هيد الاستراتيجية أول خطوة التمهيد قبل ما ترجع لازم تبعت له رسالة بسيطة تقول له ولا نحنا لازم نعادلنا شي قاعدة عنا موضوع جدي لازم نحكي فيه ولما ترجع تحكي له بصراحة عن أسباب انسحابك وكيف أثر هيد عليك وإنك كنت زعلين أثناء هيدا الانسحاب ولكن كنت مضطر لازم تشرح للشريك شو اللي بتتوقعوا منه ومن التغيير كمان بذات الوقت ما بيكفي بس انت تفكر بحالك وبأفكارك وبمشاعرك لازم كمان تستمع لوجهة نظر الشريك ممكن يكون عنده أسباب لتصرفاته اللي زعشتك ولازم تكون مستعد لتفهمه وتتفاهم معه من بعد هالشي بتتفقوا على خطوات محددة لتحسين العلاقة وبتتأكدوا من عدم تكرار السلوك السلبي بالخلاصة تحديد مدة الانتظار بعد الاختفاء بيعتمد على السياق الفردة لكل عليقة بس من المهم تكون هالفترة كافية ليحس الشريك بأهمية التغيير بدون ما تكون طويلة بشكل انه يضر بالعليقة التواصل الجيد والصراحة هن المفتاح لضمان انه يكون الاختفاء أداة بناء مش أداة هدم استراتيجية العقاب بالاختفاء ممكن تكون فعالة اذا ما استخدمت بحذر وذكاء من الضروري تكون النواية صادقة وتهدف لتحسين العلاقة مثل ما حكينا مش للتلاعب بالشريكة بالختم ما تنسوا تتركوا لي تعليقاتكم تضغطوا على زر اللايك وإذا ما اشتركتوا بالقناة تشتركوا أنا بلاقيكم فيديو جديد سلام